معنا من كييف الخبير في الشؤون الأسكرية والسياسية السيد سيرهي شوبا فالوف أهلا بك سيد شوبا فالوف معنا في سكاي نيوز عربية سيد سيرهي يعني مع تطورات الأسابيع الماضية التي اكتسبت زخما في مسألة فشل هجوم المضاد أو ضعفه و حتى التعليقات و انتقادات الأمريكية إلى أي مدى بالنسبة للقوات الأوكرانية هي تعول على وصول مثل هذا النوع من الذخائر و كيف ستكون ذخائر اليورانيوم المنظب فارقا في ميدان المعركة باعتقادك مساء الخير قبل كل شيء لا نستطيع القول بشأن مثلا إخفاق الهجوم المضاد لأن أوكرانيا تتقدم نعم الهجوم بطيء و يمكن قياس ذلك ربما بألاف من الكيلومترات المربعة التي حررت ولكن أوكرانيا تتقدم و جون كيربي قال إن الولايات المتحدة قد لاحظت تقدم أوكرانيا في الجبهة الجنوبية أما بشأن الذخائر باليورانيوم المنظب فأولا طبعا ليس هناك شيء خاص بشأنها فأوكرانيا تلقت مثل هذه الذخائر من المملكة المتحدة لشالنجر 2 أو دبابات شالنجر 2 والآن لدينا مثل هذه الذخائر لاستعمالها طبعا من خلال دبابات أبرامز والتي قدمت من قبل الولايات المتحدة لأوكرانيا و ثانيا لا ينبغي أن نتوقع بأن هذه الأسلحة ستغير اللعبة بالنسبة لأوكرانيا فقط لأنه إذا قلنا مثلا عن دبابات أبرامز فأوكرانيا ستحصل على حوالي 13 من تلك الدبابات والتي تشكل كتيبة ومع الأخذ في عين الاعتبار إذا تحدثنا عن الحرب فكتيبة من الدبابات وحتى مع هذه الذخائر ليست كثيرة لتغير الوضع في أرض المعركة بشكل جدري ولكن تقديم هذه الدبابات لأوكرانيا وهذه الذخائر ومع أسلحة أخرى التي ستقدم لأوكرانيا مثلا أوكرانيا قدم لها مثلا ذخائر عنقودية وسيقدم لها طائرات الأف 16 المقاتلة وكل هذه الأنظمة من الأسلحة التي وعدت والتي ستقدم لأوكرانيا تساعدنا بكل تأكيد بأن نرفع قدرات جيشنا وفي المنظور الطويل هذا كله سيساعدنا في تحرير أراضينا بطريقة فعالة أكثر إذن هذا كما قلت لا يغير قواعد اللعبة إذا لم يكن يغير قواعد اللعبة فلماذا تم إرسالها من قبل الولايات المتحدة ومن الجانب البريطاني في هذا التوقيت خصوصا أنه كما يقال أكبر دولة تملك نوع من هذه الذخيرة كأكبر مخزون عالمي هي روسيا ألا تعتقد سيكون الرد الروسي بالذخائر اليورانيوم أيضا وعبر مثل هذه الذخائر المسمى برصاص الفضية مثلا مستقبلا مرة أخرى أقول ليس هناك شيء جديد بشأنه لأن الروس لديهم ذلك وهم استعملوا حقا وهم مستمرون في استعمال هذه الذخائر في هذه الحرب فعلى سبيل المثال روسيا عبروا عن قلقهم بشأن الدول الغربية وتقديمها للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا ولكن الروس نسوا بأنهم استعملوا الذخائر العنقودية منذ بداية الحرب لقد استعملوا هذه الذخائر ولديهم تلك الذخائر المنظمة باليورانيوم هم استعملوها أيضا إذن لا أتوقع ردا أكبر من روسيا وأيضا أنوه بأنه ليس هناك مجال للتصعيد فروسيا تستعمل كل الأسلحة التقليدية التي لديها هم استعملوا كل أنظمة الصواريخ وإلى آخره فقط الأسلحة الذي لم يستعملوه لحد الساعة هو السلاح النووي إذن نحن لا نرى أي تصعيد أكثر من قبل روسيا فهم قد سعدوا إلى أقصحت طيب من كييف الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية سيد سيرهي شابو فلاو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك